أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة أكد حرص مملكة البحرين على المزاهم الفعالة في تحسين حالة طبقة الأوزون عبر المبادرات المبتكرة والمشاريع النوعية التي تنفذها وفق أفضل الممارسات البيئية وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للأوزون الذي يصادف السادس عشر من سبتمبر من كل عام والذكرى السابعة والثلاثين بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والذي جاء هذا العام تحت شعار بروتوكول مونتريال أنهوض بالعمل المناخي وأوضح سموه أن مملكة البحرين اتخذت خطوات متقدمة على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال إطلاق مبادرات تسهم في حماية البيئة وتعافي طبقة الأوزون ومن أبرزها إصدار المرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2024 بالتصديق على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بصيغته المعدلة بما في ذلك المصادقة على تعديل كيغالي مما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف المروتوكول وحماية طبقة الأوزون وأكد سمو رئيس المجلس الأعلى للبيئة استمرار المجلس في دعم المؤسسات والفنيين العاملين في قطاعي التبريد والتكييف من خلال تعزيز أفضل الممارسات العالمية التقنية والفنية في مجال إدارة وسائط التبريد ووحدات التبريد والتكييف وكذلك في دعم قطاعات التبريد والتكييف مع إحراز التقدم في خفض المواد المستنفدة لطبقة الأوزون مشيرا إلى أن المملكة ستخفض المواد المستنفدة لطبقة الأوزون بنسبة 73.5% من متوسط خط الأساس في العام المقبل وفقا لمتطلبات بروتوكول مونتريال والمشاريع المعتمدة لمملكة البحرين مما يسموه في تعزيز التعاون الدولي لخفض الانبعاثات المستنفدة لطبقة الأوزون وبهذه المناسبة تقدم سموه بالشكر لكافة منتسبي المجلس الأعلى للبيئة والمهتمين بالشأن البيئي في تقديم المبادرات وتنفيذ الخطط والدراسات البيئية التي تساهم بشكل مباشر في حفظ وحماية طبقة الأوزون ترجمة نانسي قنقر